بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فبلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نحمد الله عز وجل أنبلغنا شهر الغفران وأعاننا فيه على الصيام والقيام أيها الإخوة في الله بين يدينا عشرٌ عظيمة عامرةٌ بالخيرات وبالفضائل الجسيمة عشرٌ جرت بالطاعات بحارها وتطلَّع الصائمون القائمون لنفحاتها وأسرارها فليفرح الصائمون بقرب حلولها لينالوا بركاتها وخيراتها هذه العشر الأخيرة المباركة المباركة عشرُ إجابة الدعوات وغفران الزلات وإقالة العثرات هذه العشر عشرُ العتق من الموبقات والمهلكات ومن النار ذات الدركات حريٌ بالمسلم أن يشمِّر عن ساعد الجد وأن يغتنِم هذه الفرصة ويستيقِظ من الغفلة وإنها والله لنعمةٌ كُبرى أن تفضَّل علينا ربُّنا ومدَّ في أعمارنا حتى بلغنا هذه العشر المباركات وقد كان نبيُّنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشرُ أحيى ليله وأيقظ أهله وشدَّ المئزر كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيَى ليله أحيَاها بالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن أحيَى ليله وأيقظ أهله وشدَّ مئزره عليه الصلاة والسلام يعني يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها كان يخلط العشرين الأول من شهر رمضان بالصلاة والنوم لكن إذا دخلت هذه العشر المباركات فإنه صلى الله عليه وسلم يتفرَّغ فيها للصلاة والقيام والدعاء وكان يقوم الليل كله ويقطع ذلك بالدعاء والاستغفار والذكر لأنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه ما قام ليلةً كاملة يصلي وإنما كان غالب الليل يصلي ويذكر الله ويسبِّح وكان يوقِظ أهله ويحثُّهم على اغتنام هذه الفرصة ويشدُّ مئزره يعني يعتزل النساء أو أنه يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفي صحيح مسلمٍ أيضًا عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأخيرة من رمضان يجتهد ما لا يجتهد في غيرها فينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة وأن نجتهد في هذه العشر المباركة قال الحافظ بن رجب رحمه الله قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيامٍ يدع أحدًا من أهله يطيق القيامة وما إلا أقامه حرصًا منه صلى الله عليه وسلم على إدراك هذه الفضائل العظيمة والأجور الكبيرة في هذه العشر المباركة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر يتفرَّغ للعبادة ويُقبل عليها وكانا الصحابة رضي الله عنهم يقتدون به من بعده صحابته الكرام وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وسارت على ذلك قوافل الصالحين المقربين على هذا السبيل قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال أحبُّ إليّ إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجَّد بالليل ويجتهد فيه المسلم ويُقيم أهله وولده للصلاة ويحُثُّهم على ذلك فهي أيامٌ مباركات تُضاعف فيها الحسنات وتُقال فيها العثرات وتُغفَر فيها الذنوب والزلَّات ويُعتِق الله فيها عباده من النار فهنيعًا لمن جاهد نفسه في هذه الأيام المباركة وحثَّها على العبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن والدُعاء فإنَّ الله تبارك وتعالى قال في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلَّهم يرشُدون ربُّنا تبارك وتعالى يدعونا لندعوه ونتقرَّب إليه فإنه عزَّ وجل قريبٌ مُجيب يقول عزَّ وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فالله عزَّ وجل يَسْمَعُ كَلَامَنَا وَيَرَى مَكَانَنَا وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَالِنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أبعيدٌ ربُّنا فنُناديه أم قريبٌ فنُناديه فنزلت هذه الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالله تبارك وتعالى يجيب دعاء الداعين ويستجيب لهم ويحقِّق لهم ما سألوه في هذه الأيام المباركات فالعباد أقرب ما يكونون إلى ربهم وهم سجدًا قيامًا يدعون الله عز وجل ويتقربون إليه ويناجونه في هذه الليالي المباركة التي هي أفضل ليالي العام على الإطلاق أفضل ليالي السنة هي ليالي شهر رمضان وليالي العشر المباركات هي أفضل ليالي شهر رمضان لأن فيها ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر العبادة في هذه الليلة من وفِّق لقيامها خيرٌ من عبادة ثلاثةٍ وثمانين عامًا وثلاثة أشهر خيرٌ من ألف شهر فيا له من فضلٍ عظيم على العباد أن يغتنموا هذه الأيام المباركات ويتقربوا إلى الله عز وجل بشتى القربات فإن الله عز وجل قريبٌ من عباده تبارك وتعالى إخواني من خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العمل فيها أكثر من غيرها كما ذكرنا من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين الأول من شهر رمضان بصلاةٍ ونومٍ فإذا دخلت العشر شد المعزر عليه الصلاة والسلام وشمر للعبادة واجتهد ففي هذه الأحاديث العظيمة دليلٌ على فضل هذه العشر المباركات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها وهذا شاملٌ للاجتهاد في أنواع العبادات من صلاةٍ وقرآنٍ وذكرٍ وصدقةٍ وغيرها من أعمال البر لاسيَّم الصلاةُ وقراءةُ القرآن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل أهله في نساءه في هذه العشر المباركة ليتفرَّغ للصلاة والذكر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي العظيمة وطلبًا لليلة القدر التي من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه الله أكبر ليلةٌ واحدة من قامها غفر الله عز وجل له ذنوبه كلها فيا لها من فرصةٍ عظيمة على المسلم أن يغتنمها وأن يجتهد فيها بالذكر والصلاة والدعاء والعبادة وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يُحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها وبهذا يحصل للعبد فيه الفضل الكبير وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما قام ليلةً حتى الصباح لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالصلاة والقيام وغيرها من أنواع العبادة كقراءة القرآن والذكر والذي نفته هو إحياء الليل بالقيام فقط يعني إذا ومن قام ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلةٍ كاملة هذا فضل الله عز وجل من صلى مع الإمام حتى ينصرف الإمام من الصلاة كتب الله له قيام ليلةٍ مباركة بعض المصلين قد يصلي تسليم أو تسليمتين أو ثلاث ثم يخرج من المسجد أو من الحرم ولا يكمل صلاة القيام ولا صلاة التراويع فيفوت على نفسه هذا الأجر العظيم لأن قيام الليلة الكاملة مرهونٌ بأن لا ينصرف من صلاته حتى يسلم الإمام وينصرف من الصلاة فمن صلى مع الإمام حتى يكمل صلاته وينصرف منها كتب الله عز وجل له قيام ليلةٍ كاملة ومما يدل على فضل هذه العشر المباركات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصًا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرةٌ به من العبادة فإنها يا أيها الإخوة فرصة العمر وغنيمةٌ لمن وفقه الله عز وجل لها فالمسلم لا يدري هل يدرك رمضانًا آخرًا وهل تعود عليه هذه العشر في عامٍ قادم أو هل يدرك رمضان كله فهذه فرصةٌ له أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه كلها من قام ليلة القدر إيمانًا بما عند الله عز وجل من الثواب واحتسابًا للأجر وإخلاصًا لله عز وجل ومتابعةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالًا لأمر الله عز وجل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من قام هذه الليلة إيمانًا بما عند الله عز وجل من الثواب واحتسابًا للأجر كانت كفارةً لما مضى له من الذنوب من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه أيها الإخوة لا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمين على نفسه وعلى أهله كذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًا على إيقاظ أهله وأهل بيته فعلى المسلم أن يوقظ أهله وأولاده وبناته أن يوقظهم لهذا الأجر العظيم وأن يجتهد في أن يوقظهم من نومهم للصلاة والدعاء والذكر لأنها هذه الليالي المعدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحةً من نفحات الله تبارك وتعالى فتكون له سعادةً في الدنيا والآخرة وإنه لمن الحرمان والخسارة أن ترى بعضًا من المسلمين يقضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم يعني بعض الناس حرموا من هذا الخير فتجدهم يقضون هذه الليالي في اللهو الباطل أو في النوم أو في تضييع أوقاتهم فيما لا ينفعهم فيقضونها في اللهو الباطل فإذا جاء وقت القيام ناموا عن هذه الصلاة العظيمة وفرطوا في هذا الأجر الكبير فتجدهم يفرطون فيها ويقضونها في الأمور التي لا تنفعهم وعلى المسلم أن يجتهد فيها وأن يُوقِظ أهله وأن لا يُفوِّت عليه هذه الأوقات المُبارَكة فلعلَّ العبد لا يُدرِك هذه الليلة وهذه الليالي بعد هذا الشهر أبداً وهذا أيها الإخوة من تلاعُب الشيطان ببعض المسلمين ومكره بهم وصدِّه لهم عن سبيل الله وإغوائه لهم قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فمن اتبع الشيطان فقد غوى وظل والعياذ بالله أما العاقل أما المؤمن أما المُحتسب فهو يغتنم هذه الأوقات ولا يجعل للشيطان طريقاً عليه ولا يجعله ولياً من دون الله مع علمه بعداوة الشيطان له فالشيطان عدو للإنسان فإن ذلك الذي يضيِّع هذه الأيام هذا منافٍ للعقل ومنافٍ للإيمان قال الله تعالى أفتتخذونه يعني الشيطان وذريَّته أولياء من دوني وهم لكم عدو بِعْسَ للظالمين بدلا وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير من خصائص هذه العشر المُباركات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها والاعتكاف معنى الاعتكاف هو لزوم مسجد للتفرُّغ لطاعة الله تبارك وتعالى والاعتكاف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من السنن الثابتة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده ففي حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم اعتكف العشر الوسطى ثم قال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة يعني ليلة القدر ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أُتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه الوحي بأن ليلة القدر في العشر الأخيرة في العشر الأواخر من شهر رمضان ثم أُتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف في هذه العشر الأواخر التماساً لليلة القدر وسيأتينا ليلة القدر أنها في هذه العشر المباركة جزماً وهي في ليالي الوتري آكد وفي ليلة سبع وعشرين آكد وبعض العلماء قال إنها تنتقل من سنة إلى سنة أخرى المهم أن من اعتكف في هذه العشر واجتهد في العبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان فهو سيدرك ليلة القدر حتماً في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما اعتكف عليه الصلاة والسلام في العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين يوماً عليه الصلاة والسلام فهو امام العباد وسيد العابدين عليه الصلاة والسلام وامام المجتهدين انظروا كيف أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف عشرين يوماً من رمضان في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنس ابن مالع رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً يعني عام ما اعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوماً ليعوض رمضان الماضي الذي ما اعتكف فيه رواه الإمام أحمد والترمذي وصحها وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر يعني متى يدخل العبد معتكفه متى يدخل في المعتكفي كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه صلى الله عليه وسلم فاستأذنته عائشة أم المؤمنين استأذنت أن تعتكف في المسجد فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت حفصة بنت عمر فطلبت من عائشة أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فاعتكفت عائشة وحفصة ثم جاءت زينب واستأذنت فأذن لها فجعل لكل واحدة منهما خباء يعني محل تعتزل فيه وتعتكف فيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأخبية التي وضعت في المسجد قالوا هذه لعائشة وحفصة وزينب قال آل بر أردنا ثم أمر بنزعها عليه الصلاة والسلام أمر بنزع هذه التي جعلت تقريبا أخبية شبيهة بشيء يعتزلن فيه ولا يراهن أحد فقال صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا إنزعوها فلا أراها فنزعت هذه الأخبية وترك الاعتكاف في رمضان عليه الصلاة والسلام حتى اعتكف في العشر الأول من شهر شوال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته أن الاعتكاف سنة وليس واجبا ويجوز للرجل أن يعتكف ويجوز للمرأة إذا أذن لها زوجها أن تعتكف قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون يعني الاعتكاف ليس بواجب وإنما هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالاعتكاف هو الانقطاع عن الناس في المسجد ليتفرغ لطاعة الله عز وجل في مسجد من المساجد أو في الحرمين الشريفين طلبا للفضيلة والأجر والثواب وإدراك ليلة القدر ولذلك ينبغي للمعتكفي يعني هنا آداب المعتكف بعض المعتكفين إذا اعتكف يشتغل بالحديث وبعض السواليف وقد يقع في الغيبة مع بعض المعتكفين ويتكلم في الناس فهو يريد الأجر فيأثم فينبغي له أن لا يتكلم إلا بكلام مباح فيه مصلحة وأن لا يفسد اعتكافهم بالغيبة والنميمة فينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لو زاره أحد من أهله أو أصدقائه أو لمصلحة راجحة لما ورد أن صفية رضي الله عنها صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره هذا كلام صفية رضي الله عنها فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت لأرجع لأنقلب إلى بيتي أي لأن صرف إلى بيتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يشيعها إلى بيتها الحديث في الصحيحين ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وفي رواية أخرى فأغسله وأرجله يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع نافذة من المسجد على بيته لأن بيته عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج رأسه فتغسله رضي الله عنها تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمشطه يعني ترجله فهذا لا بأس يخرج بعض جسده أو يخرج لأكله أو لقضاء حاجته أو إذا اشترط أن يزور مريضا أو أن يشيع جنازة إذا اشترط في أول الاعتكاف فإنه يجوز له أما إذا لم يشترط فإنه لا يجوز له أن يخرج من معتكفه إلا للضرورة كالوضوء والغسل إذا كان عليه جنابه أو للأكل والشرب إذا كان ما في أحد يأتي بأكله وشربه إلى المسجد فيجوز له أن يخرج ليأكل ويشرب ثم يرجع فإذا كان خروجه بجميع بدنه فإنه على ثلاثة أقسام إما أن يخرج لقضاء شيء ضروري أو يخرج لأمر طاعة كعيادة مريض وشهود جنازة فلا يفعله إلا إذا اشترط أما إذا خرج لأمر ينافي الاعتكاف كان يخرج للبيع أو للشراء أو لجماع أهل ونحوه فإن ذلك لا يجوز فيفسد اعتكافه فلا يجوز له ذلك ولا بشرط ولا بغير شرط يعني لو اشترط أن يبيع ويشتريه معتكف فهذا لا يجوز له لأن الاعتكاف هو الانقطاع عن أمور الدنيا والتفرغ للعبادة والدعاء والذكر لأن البيع والشراء ونحوه ينافي الاعتكاف وينافي المقصود منه من خصائص هذه العشر المباركات أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فأعرفوا فضلها ومنزلتها ولا تضيعوها فوقتها ثمين وخيرها ظاهر مبين سنتكلم عن هذه الليلة المباركة التي شرفها الله عز وجل بإنزال القرآن فيها بل وفيها أمر العام كله مقادير العام من الإحياء والإماتة وما يحدث في العام كله يكتب في هذه الليلة قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين فيها يعني في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني لماذا سميت ليلة القدر قيل لأن أمور العام كلها تقدر في هذه الليلة أو لعظم هذه الليلة وفضلها وقدرها عند الله تبارك وتعالى أو لأن الأعمال الصالحة فيها تكون عظيمة وقدرها كبير عند الله عز وجل وقدرها كبير عند الله عز وجل فسميت ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر فهذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة إلى الملائكة ما هو كائن من أمر الله عز وجل في تلك السنة كاملة هذا يسمى التقدير السنوي لأن التقدير ثلاثة تقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي قال عز وجل كل يوم هو في شان والتقدير العمري الذي يقدر على العبد وهو في بطن أمه كما في حديث بن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً علقة ثم أربعين يوماً مضغة ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ثم يقول الملك يا ربي ما العمل ما العجل ما الرزق شقي أو سعيد فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد هذا التقدير العمري لكل إنسان وتقدير سنوي يكون في ليلة القدر يقدر العام كله كاملاً من اللوح المحفوظ ينسخ في صحف الملائكة ماذا يحدث لهذا العبد ماذا يكتب الله عز وجل عليه وما كتب في اللوح المحفوظ وما كان في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لا يتغير ما في اللوح المحفوظ وهذا من الإيمان بالقدر وهو ركن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر أن الله عز وجل علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ وقدرها وشاءها وأنها لا تكون إلا وفق العلم والكتابة والمشيئة فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون للعبد لا تخفى عليه خافية يعلم ما كان وما يكون تبارك وتعالى والذي لا يكون كيف يكون لأنه عز وجل هو العليم الخبير ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول ناقش القدرية اللي ينفون القدر فرق تنفي القدر وتقول إن الأمر أنف يعني لا تكون الأشياء لا تحدث إن الله لا يعلم بها إلا بعد حدوثها وهذا والعياذ بالله ضلال ضلال ومن البدعي ومن الأمور التي تخالف الكتاب والسنة لأن الله عز وجل علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها فيقول الإمام أحمد رحمه الله حاجوا وناقشوا القدرية بالعلم فإذا أثبتوا العلم فقد خصمتموهم وغلبتموهم لأن الله يعلم الأشياء قبل كونها فإذا التقدير ثلاثة تقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء ويفقر من يشاء ويغني من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى فلذلك نعلم أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم لأنها فيها الفضل والشرف وكثرة السواب ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذه الليلة أيضا تتنزل فيها الملائكة وينزل فيها الروح والروح هو جبريل عليه السلام رئيس الملائكة ينزل جبريل وتنزل فيه الملائكة وقد جاء في رواية الإمام أحمد وحسنها كثير من العلماء أن الملائكة في الأرض بعدد الحصى من كثرتهم فإذن هذه الليلة ليلة سلام وليلة خير وليلة بركة تنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر من الله تبارك وتعالى وهي سلام إلى مطلع الفجر فهذه الليلة المباركة على العبد أن يغتنمها وأن يحرص على أن يعمل فيها الصالحات من الذكر والقراءة والعبادة والصلاة ونحوها هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة تنزل الملائكة إلى الأرض تنزل بماذا؟ تنزل بالخير والبركة والرحمة وينزل جبريل وهو الروح القدس عليه السلام خصه الله عز وجل بذلك لشرفه وفضله سلام هي يعني ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق الله عز وجل فيها من النار يعني لعظم هذه الليلة وكثرة ما يعتق الله عز وجل فيها من عباده المؤمنين ويسلم من عذاب النار ويعتق الله عز وجل فيها من يشاء وقتها حتى مطلع الفجر يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل فيه إذن هذه السورة سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني إلى آخرها يعني تحتوي على عدة أمور أولاً أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن وهذا لشرفها وعظمها فعنزال القرآن هداية للناس وخير لهم وسعادة لهم في الدنيا والآخرة ثانياً يدل على تعظيم هذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر فهذا الاستفهام للتعظيم والتفخيم في قوله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر الفضيلة الثالثة أنها خير يعني العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر يعني المسلم أو الإنسان عموماً ماذا يصفى له من عمره من صباه من شبابه من نومه من غفلته من أكله من شربه كم يصفى لك من عمرك ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تقال عمر أمته عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي يقول عليه الصلاة والسلام ما بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوزها فسعى لربه تبارك وتعالى أن يعطيه شيئاً يكون فيه ثواباً لأمته فأعطاه ليلة القدر التي هي أفضل هذه الليلة العبادة فيها أفضل من ثلاثة وثمانين عاماً وثلاثة أشهر ليلة واحدة فكيف يفرط العبد في هذا الأجر كيف يفرط في هذه الفضيلة ليلة واحدة من عشر رمضان الأخيرة خير من عبادة ثلاثة وثمانين عاماً وثلاثة أشهر فلذلك كان السلف يعتكفون هذه العشر وكانوا يلزمون المساجد وكانوا يلزمون العبادة ويوقظون أهلهم وأبناءهم وزوجاتهم وإخوانهم وأخواتهم ويحثونهم على العبادة في هذه الليلة لما فيها من الأجر العظيم ولذلك قال عز وجل وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فالملائكة تتنزل فيها والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والرحمة الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله الفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضل هذه الليلة آيات كريمات وأنزل فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة من فضائل هذه الليلة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إيمانا بالله وبما أعد له من الثواب للقائمين فيها وليلة القدر في رمضان لأن بعض الطوائف يقولون إنها رفعت لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة ليخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان حصل بينهم خلاف فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أريد أن أخبركم فتلاحى رجلان فنسيتها فرفعت فبعض الناس قال إنها رفعت يعني إنها رفعت هذه الليلة ولن تعود لكن في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم فانتظروها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى وجاءت الأحاديث من كان متحريها فليتحريها في ليالي الوتر في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر أني أسجد في ماء وطين فكان عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ليلة إحدى وعشرين فجاءت سحابه وأمطرت على المدينة وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجريد جريد النقل فسقط الماء على أرض المسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين وكانت ليلة إحدى وعشرين ولهذا الحافظ بن حجر صاحب فتح الباري يرجح أن ليلة القدر متنقلة سنة إحدى وعشرين وسنة ثلاثة وعشرين وسنة خمسة وعشرين وسنة سبعة وعشرين وسنة تسعة وعشرين لكن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل من فقهاء وعلماء الأمة يقسم يقول والذي نفسي بيده إنها ليلة سبع وعشرين وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك وقال علامتها أنها تطلع الشمس لا شعاع لها تطلع صافية لا شعاع لها فهذه علامة على ليلة القدر وأنها ليلة سبع وعشرين فالعلماء لهم أكثر من أربعين قولاً في ليلة القدر في أي ليلة هي لكن على العبد أن يجتهد في هذه العشر ومن قام هذه العشر إيماناً واحتساباً فإنه حتماً سيدرك ليلة القدر سواء ليلة احدى وعشرين أو اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين حتى بعض العلماء يقول إنها ليلة أربع وعشرين لأن القرآن أنزل في ليلة أربعة وعشرين من شهر رمضان فعلى العبد أن يجتهد وجمهور العلماء وأكثرهم يرجحون أنها ليلة سبع وعشرين كما قال أبي بن كعب وكما هو رأي معاوية رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس وكثير من الصحابة يرون أنها ليلة سبع وعشرين هي آكدها ولابن ذكر الحافظ ابن كثير يعني أن عمر رضي الله عنه سأل ابن عباس قال أي ليلة ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين قال وكيف عرفت يا ابن عباس قال لأن الله خلق سبع سماوات وسبع أراضين والأسبوع سبع أيام ولأن الله أنزل في الأرض سبع أزواج فأخذ من هذا أنها سبع وعشرين أنها ليلة القدر هذا رأي والحافظ ابن كثير قال هذا سند قوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان غريب المتني لكن على كل حال مما يستعنس به وبعض الناس قال إن قوله سلام هي كلمة هي هي الكلمة السابعة والعشرين في سورة القدر ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره إن أنزلناه في ليلة القدر فإذا عد الكلمات هي سلام هي هي سبع وعشرين الكلمة الرقم سبع وعشرين لكن على كل حال الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الأوتار من العشر الأواخر وأن آكدها هي ليلة سبع وعشرين فعلى العبد إذا فاتته يعني بعض الليالي ألا تفوته ليلة سبع وعشرين لأن فضلها عظيم فلا يفوت العبد فيها فهي في السبع الأواخر أقرب لحديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت يعني مجموعة من الصحابة رعوا ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أرى رؤياكم قد تواطعت يعني قد اتفقت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه يعني هذه رواية البخاري ومسلم يعني أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة من الأحاديث ما رواه الشيخان البخاري ومسلم واتفق عليه فهذه رواية بن عمر أن الصحابة أروا ليلة القدر في السبع الأواخر فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر يعني من ليلة ثلاثة وعشرين وأربعة وسبعة وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين وثلاثة وعشرين يعني يتحرها العبد في السبع الأواخر من العشر الأواخر وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم يعني تكاسل أو إن شغل أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي سبع البواقي يعني من ليلة الثلاثة وعشرين إلى آخر الشهر وأقربها أوتار السبع الأواخر أقرب الأوتار ليلة سبع وعشرين لحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وقد أخفى الله سبحانه وتعالى علم ليلة القدر على العباد لماذا هل ليتعبهم أو ليرهقهم لا بل رحمة بالعباد ليكثر عملهم في طلبهم وتكثر عبادتهم في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزداد قربا من الله عز وجل وثوابا وأخفاها تبارك وتعالى اختبارا للعباد ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن هو كسلان متهاونا في قيام هذه الليلة فإن من حرص أو حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر إليه وربما يظهر الله تبارك وتعالى علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات كما أظهرها ليبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال أمارتها أن تطلع الشمس ولا شعاع لها تطلع الشمس بدون شعاع ليلة سبع وعشرين فيظهر الله عز وجل بعض عباده على بعض علامات هذه الليلة المباركة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فأنزل الله المطر في تلك الليلة فسجد صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح من ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين إخواني ليلة القدر يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويرد فيها الجواب ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر ليلة القدر خير من ألف شهر فعلى المسلم أن يجتهد فيها وأن يحرص على إدراك فضيلة هذه الليلة اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز فيها بالثواب الجزيل وعظيم الأجر اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات الهاربين عن المنكرات الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووفيتهم ووقيتهم السيئات اللهم اعذنا من مظلات الفتن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وولايتك وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين منصورين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم ولي على المسلمين خيارهم واشف وقفهم شر شرارهم اللهم اصلح اصلح الراعية والرعية وسائر أمور المسلمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المعتقين من النار ووالدينا وأقاربنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وأرشد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعفو عننا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدين وللمسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر